من جنين ينضم إلينا خالد بدير مراسل الغد خالد إذن اقتحم جديد لمخيم جنين ومخيم بلاطة تلعنا على التفاصيل يعني فعليا انسحب جيش الاحتلال من مخيم بلاطة وأحدث دمارا واسعا وداهم نحو ثمانين منزلا إلى نحو مئة تقريبا وفق الإشارات الميدانية التي وردت في مخيم بلاطة وأحدث دمارا كبيرا وهائلا في المنازل ودمر جزءا من هذه المنازل بشكل جزئي وفجر مقر قيادة حركة فتحة الذي دمره أول أمس بقصف صاروخي وكذلك فجر صرح الشهداء في مخيم بلاطة في مدينة جنين الاشتباكات مستمرة الاقتحام مستمر منذ منتصف الليل وحتى هذه اللحظة نقترب إلى حدود 12 ساعة من عملية واسعة النطاق تشارك بها مئات الآليات العسكرية الإسرائيلية ولربما نحو ألف من عناصر جيش الاحتلال الإسرائيلي سيما وأن التعزيزات العسكرية لازالت في المنطقة تصل تباعا من المحاور الثلاث للمدينة الحصيلة حتى هذه اللحظة نتحدد عن شهيد وخمس إصابات جراحهم مستقرة إلى متوسطة وفق المصادر الطبية الاشتباكات في أكثر من محور حقيقة الخارطة الجغرافية لعملية الاقتحام واسعة النطاق في مخيم جنين وكذلك أيضا في مدينة جنين قبل قليل تمكنت المقاوم من تفجير عبوة ناسفة بشكل مباشر بإحدى الآليات العسكرية الإسرائيلية وسط المدينة وكذلك تدور اشتباكات متقطعة فيما يعرف بشارع عبو بكر في تلك النقطة وبالقرب من دوار السينما في حارة الدمج وكذلك أيضا جورة الذهب مستمرة الاشتباكات وعمليات التصدي من قبل المقاومين الفلسطينيين يتمركز قناصة الاحتلال الإسرائيلي في الآن إطلاق رصاص وعلى ما يبدو أنه قريب من المنطقة التي نقب بها قبل قليل قناصة استهدفوا النقطة التي نتواجد بها في فندق السينما وسط المدينة وهي النقطة المطلة باتجاه المخيم وكذلك أيضا هناك حملة اعتقالات وتفتيشات ينفذها جيش الاحتلال الآن يتوسع هذا الاختحام وعدد من الآليات تقتحم حي المراح في المنطقة الشرقية بمدينة جنين في هذه اللحظات بالإضافة إلى تواجد جيش الاحتلال في منطقة برج الساعة وكذلك أيضا في منطقة ما يعرف بالبيادر بطبيعة الحال العملية لا زالت مستمرة الاشتباكات مستمرة استهدافات الآليات العسكرية بعبوات ناسفة كما يأتي في بيانات التبني من قبل كتائب شهداء الأقصى لواء الشهداء وكتائب الشهيد عز الدين القسام وكتيبة جنين سرايا القدس أن المقاومة تواصل عمليات التصدي على أكثر من محور في إطار التصدي لجيش الاحتلال الإسرائيلي طبعا خلال ساعات الصباح الأولى حاصر جيش الاحتلال الإسرائيلي منزل لعائلة عويس في منطقة خلت الصوحة وطالب من بداخل المنزل للخروج منه رافعين أيديهم وتبعا تم التحقيق معهم ميدانيا والاعتداء على عدد منهم بالإضافة إلى أن جيش الاحتلال الإسرائيلي داهم بلدة برقين إلى الجنوب الغربي من المخيم وهناك حاصر أحد المنازل في إطار اعتقال أحد المشطاء الفلسطينيين لكنه فشل في ذلك واعتقل نجل أحد الشبان الآن أستمع لصوت اشتباكات حقيقة وأرصدها على الهواء مباشرة تتركز هذه الاشتباكات في المنطقة الشرقية من مخيم جنين فيما يعرف بطريق إطلوع الغبز ودوار لحصان وخلت الصوحة هذه المناطق تشهد الآن اشتباكات مسلحة عنيفة بين مقاومين فلسطينيين وجيش الاحتلال الإسرائيلي جيش الاحتلال يقول أنه يواصل العمل ميدانيا في المنطقة بهدف الوصول لعدد أكبر من المسلحين كان هناك نداءات عبر مكبرات الصوت لجيش الاحتلال للمسلحين والمقاومين الفلسطينيين بالخروج رافعين أياديهم من داخل المخيم وبطبيعة الحال ذلك لم يحدث في المشهد الميداني الذي نرصده حتى هذه اللحظة في المنطقة عمليات الاشتباكات مستمرة في هذه اللحظات الآن اشتباكات حقيقة عنيفة تزداد ودهيرتها وحدتها في منطقة تطلوع الغبز وهي المنطقة الشرقية من المخيم ونرصد عدد من الأليات العسكرية الإسرائيلية في تلك النقطة بالإضافة إلى أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يواصل طبعا الدفع بتعزيزات عسكرية متتالية حتى هذه اللحظة في المنطقة في عموم مناطق الضفة الغربية استشهد ثلاثة فلسطينيين منذ منتصف الليل وحتى هذه اللحظة شهيد وهو من دوي الاحتياجات الخاصة هنا في مخيم جنين وشهيد ثاني في مخيم الدهيشة بمدينة بيت لحم وكذلك أيضا شهيد ثالث في سجن النقب ثائر أبو عصب حيث أعلن عنه نادي الأسير الفلسطيني فيما تم التعامل حتى هذه اللحظة في مجمل الاقتحامات التي شملت قلقيليا وطوباص وكذلك جنين ونابلس وأيضا الدهيشة والخليل وبعض أنحاء من مدينة رامالله نحو عشرين مصابا حتى هذه اللحظة جراح بعضهم خطيرة وفق بيان لنادي للهلال الأحمر الفلسطيني أما عن عدد الاعتقالات لهذه الليلة على ما يبدو أنه كبير وواسع لم يصدر حتى هذه اللحظة بيان يؤكد تفاصيل الأرقام والإحصائية الأولية الآن كما يأتين من معلومات ميدانية بأن الآليات العسكرية الإسرائيلية تنشط بشكل كبير الآن في وسط مدينة جنين أي في المحيط المنطقة التي نتمركز بها فيما يعرف بدوار السينما شارع أبو بكر محطة محروقات النفاع في هذه النقطة هناك عدد كبير من التعزيزات العسكرية الإسرائيلية طبعا عمليات الاقتحام في مدينة جنين تترافق بدفع بأربع جرافات عسكرية على الأقل تواصل عمليات تدمير في البناء التحتية وتستهدف تدمير الطرقات الشوارع وكذلك التقاطعات المرورية وهناك انقطاع في الطيار الكهربائي وتشويش على الإنترنت وضعف في خطوط نقل المياه بعد تضرر جزء كبير منها وفعليا عمليات التدمير هذه هي تحمل رسائل الضغط على الحالة والحاضنة الشعبية ميدانيا في ظل استمرار الحالة النضالية في مناطق شمال الضفة الغربية بات واضحا لكل العمليات التي ينفذها جيش الاحتلال الإسرائيلي في مناطق شمال الضفة الغربية تكثيف تدمير البناء التحتية في المنطقة في ظل طبعا استمرار المشهد الميداني الذي نرصده عبر كاميرا الغد في هذه اللحظات في مخيم الجنين وتحديدا في أطراف المنطقة الشرقية التواجد العسكري وفق المعلومات الواردة هي في محيط مخيم جنين وداخل حارات الحواشين وكذلك أيضا في طبعا منطقة الجابريات وكذلك أيضا في منطقة المدخل الغربي للمخيم والآن التأكدات بأن العبوة التي استهدفت الآلية العسكرية الإسرائيلية أصابت الجيب بشكل مباشر ويتمركز جيش الاحتلال الإسرائيلي في وسط مدينة جنين في هذه اللحظات حيث يتم الدفع بمزيد من التعزيزات العسكرية لمحيط الآلية العسكرية التي تم استهدافها من قبل المقاومين الفلسطينيين هذه صور مباشرة عبر الغد نرصدها بطبيعة الحال من وسط المدينة باتجاه المخيم في ظل استمرار الاشتباكات المسلحة بين المقاومين الفلسطينيين وجيش الاحتلال الإسرائيلي وعلى ما يبدو أن نطاق هذه العملية مختلف عن النطاق السابق نتحدث عن مئات الأليات العسكرية الإسرائيلية عن أكثر من ألف جندي أمام استبدال بعض القوات وانسحاب جزء منها والدفع بعدد أكبر منها من المحاور الثلاث من الجلمة وكذلك أيضا سالم ومن موفي دوتان وكذلك أيضا نتحدث عن طائرات استطلاع تحلق على ارتفاعات منخفضة في أرجاء المدينة والمخيم وعن مداهمات لعشرات المنازل يعني في الحارة الواحدة هناك اقتحامات واعتداءات بالضرب المبرع ومحاولة العثور على ذخائر وأسلحة وفق طبعا ما يأتي ضمن الإشارات الميدانية من قبل الأهالي هناك إيقاف لبعض المركبات تفتيش من بداخلها في محيط المدخل الشمالي لمخيم جنين هناك إعاقة فيما يتعلق بنقطة هامة وهي الطواقم الطبية وطواقم الإسعاف تواجه معيقات حقيقية وعراقيل واضحة بمنع التنقل بتفتيش المركبات باحتجاز بعض الطواقم ولاحقا إطلاق صراحهم بعرقلة الخروج والدخول من المستشويات وهذا الاقتحام يعني تقريبا عزل أربع مستشويات في منطقة المدخل الشمالي لمخيم جنين وهي مستشفى جنين الحكومي ومستشفى ابن سينة ومستشفى الأمل المخصص لحالات الولادة وكذلك أيضا المستشفى الأردني ومستشفى الشفاء في المنطقة ويبقى تركيز العمل الطبي باتجاه مستشفى الرازي في أطراف المنطقة الشرقية لكن مع امتداد المواجهات والاشتباكات والانفجارات إلى وسط مدينة جنين في هذه اللحظات لربما أيضا تواجه الطواقم الطبية والصحية ومركبات الإسعاف معيقات جمّة في الوصول لتلك النقطة السيمة وأن محاور التحرك باتجاه مستشفى الرازي وهي محطة محروقات النفاع وكذلك أيضا منطقة شارع أبو بكر وسط المدينة تشهد في هذه اللحظات اشتباكات مسلحة وتمركز لآليات عسكرية إسرائيلية في المنطقة هذه ليست المرة الأولى التي ينفذ جيش الاحتلال الإسرائيلي هذا الشكل من الاقتحام منذ السابع من أكتوبر كان لافتا الضغط بشكل أكبر بتكثيف عمليات الاقتحام لمخيم جنين بات مشهدا يوميا شبه روتيني للآليات العسكرية يوم يقتحم الاحتلال ينسحب يعاوض ثاني في اليوم التالي لعملية اقتحام مماثلة وهذا الضغط في الإحداث الضمار وهو لا يعطي مساحة لعملية لربما يتعلق بإعادة طبعا تجهيز الأدوات القتالية للأذرع العسكرية في التصدي لجيش الاحتلال الإسرائيلي خالد بدير مراسل الغد من جنين شكرا جزيلا لك ترجمة نانسي قنقر